بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سأقدم درس في مادة الرياضيات مضبط الحالة الدرس سيكون مرفوق بمجموعة من الملاحظات منهجي في نفس الوقت سنستعمل سنتحدث باللغتين العربية والفرنسية عملا بمبدأ التناوب اللغوي كما جاء في مشروع القانون والإطار الخاص بمنظومة تربية وتكوين عنوان درس اليوم هو التناسبية النسبة المئوية الهدف درس تتلخص في هدفين أول هدف هو تعرف النسبة المئوية من خلال وضعيات مستقات من الحياة اليومية سأعطي أمثل على ذلك نسبة متسارك وسيارة منا البنزين نمسالن حساب تخفيد عند الشرا أو البير حساب نسبة نجاح في قسم مئين أو نسبة تريوب في قسم مئين نعم 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 حساب تخcional نعم 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 هذه الفيديوكوية تشببها لن تشببها على المقدار ومن قريباً توضيري لكي تشببها لدينا نريض الناس أخذ البحث مجموناً لن تشببها أيضاً دعوناً مستشعر بخلص المناطق par 0,01 et 0,001 ce qu'on qualifie de calcul mental voire multiplication mental الآن سنمر لودعية المقترحة أول شيء نقوم به هو كرعة لودعية ونشرح المحتوى لودعية لودعية المقترحة هي كالتالي يقدم شكلين كلاهما مقسم إلى مئة تربيعة من أما هو ملوان أو من أما هو غير ملوان من أما هو ملوان من أما هو ملوان donc bien sûr on présente la situation problème d'abord l'enseignant lit la situation et bien sûr il peut demander à quelques élèves de lire l'énoncé et on peut poser des questions de compréhension juste pour vérifier la compréhension de l'énoncé كما تلاحظون الشكل واحد هو مجزء إلى مئة تربيعة منها ما هو ملوان باللون الأخضر أما الجزء الآخر فهو نعتبره بأنه ملوان باللون الأبيض باللغة التعليمات تتضمن سؤالين السؤال الأول ما هو عدد تربيعات الجزء الملوان بالأخضر من طريق الحال والسؤال الثاني أحدد العدد الكثري الذي يمثل الجزء الملوان في الشكل واحد بعد قراءة التعليمات أو شرح من دمون ديالتعليمات من طبيع الحال الأستاذ كي أعطي الوقت الكافي التعليمات من أجلي البحث التفكير قبل ما يجعبوا على سؤال البحث يهم 250 أكلم دور pc أكلم كلم التعليمت سكيدة Прونة ممند طريق وبالتالي وتقييمة كل فئر المواصم. ثانية التربيهات الملونة بالفصائف في العالي最manas. نعم 60. وبنسبة للجواب على السؤال الثاني، العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون بالأخضر في الشكل واحد هو 60 على 100. وبنسبة للحال يمكننا نتبع نفس الخطوات بالنسبة للجزء الملون بالأبيض. كيف ت��يز أن לחطوات التالي؟ كيف ترابط التحري长 على السؤال الثاني سوف تقوم بحضرت العام الأخرى على سؤال الثاني؟ كيف ترابط التالي؟ مثلا، هناك شكل واحد في الحالي من دقائق ايغا uh. Monsieur le nombre 100 représente le dénominateur de la fraction Et la partie coloriée c'est à dire les carrés colorisées en vert Représente le numérateur Et on obtient alors 60 sur 100 Donc on a représenté la surface coloriée en vert Par la fraction 60 sur 100 نتبع نفس الخطوات التي اشتغلنا عليها فيما يخص الشكل واحد. كجواب على تعليمات. بالنسبة للسؤال الأول ما هو عدد تربيعات الجزء الملون بالأحمر؟ الجواب من طبيعة الحال هو 40. أما العدد الكثري الذي يمثل الجزء الملون بالأحمر بالنسبة للشكل 2 هو 40 على 100. بالنسبة للعدد الكثري 40 على 100 نكتبه 40 في المئة. نقرأه من طبيعة الحال 40 في المئة. يتبع نسبة للسؤال الأول. يتبع نسبة للرامز . هذا ينفع نسبة للعديد الكثير من طبيعة الحالة. فادي لكي أطلقاء الـ 2.0 يشاركو بالتو outtaدن اصنع 2.0 وان صنع فالتقائي يعني قد مخلفة من الف يديو إليه مخلفة ' اصنع فالتقائي 40% ومع بحجب كن اخفق نصبع الاداد ليرخسري سيطون على لامئة اخفق نصبع النار خرم الى مرحلة تتبق ستردنا بإعادة أجل لا أكثر أشرحها سنجح بإعادة على البرميس الأشرح سنجح تجد الإعادة في البداية وفق يزال عامل وفق يزاله وزاله يزاله ساعده يجابه لدينا في سطر الأول ثلاث أعداد كسرية تحديد النسبة المئوية لكل عدد كسرية يعني العدد كسرية 1.2.2.5.3.4 بالنسبة للتطبيق الثاني نقوم بقراءة البداية طلب من عاملة في سوق تجاري تغيير البطاقات التالية وذلك نتيجة زيادة في أثمنة السلع بنسبة 5% لدينا في سوق تجاري تغيير البطاقات لدينا في سوق تجاري تغيير البطاقات يعني بعد زيادة نسبة 5% شكراً وإلى اللقاء